إذن مشاهدين معضلة الصيد البحري كانت هي الأزمة العالقة والتي حالت دون توقيع اتفاق يضمن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي خلال الأيام الماضية فقد رفض الاتحاد الأوروبي العرض البريطاني الأخير بشأن الصيد البحري لكنه أبدى استعداده لمتابعة مفاوضات اتفاق التجارة لمرحلة ما بعد بريكزيت حتى بعد نهاية العام الجاري لندن اقترحت خفض وصول صيدي الاتحاد الأوروبي إلى مخزون الأسماك في المملكة المتحدة بنسبة 35% على مراحل تمدد ثلاث سنوات في حين اقترح الاتحاد الأوروبي مستوى 25% على مدى ست سنوات العرض البريطاني لم يشمل الأسماك التي تتحرك بعيدا من السواحل وقاع البحر في وقت احتفظت فيها الدول الأعضاء ذات أساطيل الصيد الشمالية مثل فرنسا والدنمارك وهولندا بمواقف حادة بشأن الصيد البحري ومن المفترض أن تغادل المملكة المتحدة السوق الأوروبي المشتركة في غضون عشرة أيام